عين النعجة يقول أعمل في شركة سيال للمياه أريد أن أعرف حكم المسافر الذي يفطر تسعة أيام في السفر في فرنسا هو المسافر لا يهم في فرنسا ولا في كندا ولا ألمانيا ولا إفريقيا إذا كان مسافرا مسافة قصرين يجوز لي كل طريق فقط يعني هذه كمسافة الطريق إذا وصل فلا يجوز له أن يأكل بحجة السفر لا لا هذا ليك لا تسعة أيام هذا حكمه من أكل متعمدا في شهر رمضان عليه التوبة والاستغفار وعلى كل نهار القضاء وإطعام ستين مسكين أكتسمع يا الخدامت على شركة سيال المعطة وهل فرنسا هذه شركة سيال شركة فرنسية الآن المال يرانا نشربوه مسيطر عليه شركة فرنسية ويجريب كيونا فرنسا حقرتنا فرنسا هانتنا فرنسا أهانت الرموز الجزائرية انتوما المال يكون تشربوه تتحكم فيه فرنسا الزيقواتة تزاير والله العظيم غير الزيقواتة العاصمة فرنسا عندها الخرائط وتزاير ما عندهاش الخرائط المطار تعدزاير أعطاروها لفرنسا ومن بعد يجوا فرنسا هانتنا يا سبحان الله تقاشرهم يجيبوهم فرنسا ويجيو يبكيونا فرنسا هانتنا حسبونا الله ونعم الوكيل إذا الصحرائي وجعتكم الأذى تع فرنسا نحيولها السيطرة والمشاريع الماء نحيولها الماء سبحان الله نشعر بمانا يا فرنسا هي مسيطرة عليها بدأوا نحيولها المطار كاين العالم واسع كاين ألمانيا كاين الصين كاين روسيا كاين الفيطنام كاين تركيا اللي لاسقين غير في فرنسا هذية حاصلين بفرنسا كالقرادة لسقفا رقبة عد زيت مصف الدم حسبونا الله ونعم الوكيل أما لا يجب عليك الاستغفار ويجب عليك التوبة وعلى كل نهار تصوم نهار وتطعم تسعة مساكين